وزي ما شفتم الصور معنا كانت من مدينة العالمين والاجتماع اللي كان موجود اليوم مع الوزراء وزي ما انتم شايفين الصورة يعني الحقيقة مكان الموجود ومجلس الوزراء الموجود في مدينة العالمين هي المدينة يعني تم الحقيقة يعني الانتهاء من حاجات كتير فيها وشايفينها على قدر كبير من الاحترافية واعتقد انه كلام اللي قاله دكتور حمدي بانه اللا مركزية اصبحت مهمة جدا في مصر واحنا بنشاهدها وسيد رئيس دايما في كل الحقيقة اجتماعاته او اي مؤتمر او اي مشروع دايما بينادي انه يكون فيه اشياء لا مركزية زي ما انتم شايفين ده شكل المبنى من الخارج الحقيقة جميل جدا انا شفته وحضراتكم لو موجودين في الساحل الشمالي حتقدروا تشوفوه وانتو ماشيين من على طريق العالمين وانا بحب جدا يعني احلى حاجة في بلدنا دلوقتي ان انت بتشوف المشاريع بنفسك يعني زمان كانت الحاجات دي ما تبقاش عارف ويبقى فيه يعني اماكن حواليها وممنوع الدخول لا حضرتك ممكن تتجول في مدينة العالمين وتشاهد كل الابنية الحديثة واللي هي على ارقى واعلى مستوى وواضح طبعا انه الترتيبات كلها زي ما انتم شايفين القاعات شكلها جميل وشكلها يعني فيه كثير من الاحتراف ببقى سعيدة جدا لما تنتقل الحكومة لانه معناها انه مش فقط الحكومة بتلتقي تنتقل كاشخاص يعني مش معنى انه سيد رئيس الوزراء والوزراء انتقلوا لمكان لا يعني معناها ان انت كل اقسام العمل بالعكس بقت موجودة وبقى فيه سهولة ويسر اولا ان احنا دلوقتي كلنا بنشتغل عن طريق الايميل والانترنت وكل وسائل الاتصالات كل الاجهزة وتكنولوجيا الحديثة بتساعد تماما ان انت تقدر تدير اي شيء من اي مكان انت موجود فيه فاعتقد ده اسلوب مصر الحديثة وده اسلوب حديث لادارة الدولة المصرية بشكل حديث انا سعيدة جدا ان احنا في الصيف الصيف 2021 نبقى موجودين في العالمين ونشوف هذه الاجتماعات وزي ما حنشوف كده برضو اجتماعات اخرى ان شاء الله قريبا تبقى موجودة ايضا في العاصمة الادارية